طيب، انا كان معاك واحد تاني في جيلك عاصم زغلول كابتن عاصم طبعاً انت لعبت ايه هو وكابتن عاصم اكبر مني شوي هو انت لعبت هو بعد كده بطل على طول بالزبط مش مزبوط كده زبوط طيب، هو مع انا برضو لما عارف مع انا بقولك عندي النهاردة الحلقة نادي الأولومبي وانا سعيد بلعبة نادي الأولومبي لانا بيفكرونه بالزمن الجامعي شرف لي يا كابتن كابتن كلنا المجري الحاجة الجميلة، فكهة الكرة المصرية وأخلاقيات الكرة المصرية كابتن مصطفى عبدو لو هتكلم على اسلام هتناهي التنهيدة كبيرة قوي كابتن اسلام تقدر تقول ان ليك شخصية واللعب اللي بيبقى له شخصية بيوصل اللي هو عايزه اللعب الطموح بيوصل اللي هو عايزه كابتن الاسلام من حظه الحلو ان هو طلع مع جيل كويس جيل احمد الكاس، جيل اوسامة يوسف، جيل انا اتشرفت ان انا كنت من الجيل ده جيل جيل يشيل فتكونت شخصيته اسلام طول عمره عنه شخصية كويسة وتكونت اكتر والحقيقة اسلام لما طلع ناشئ معانا يعني كان بيحضرني ما اقول لو هو هيفتكارها دلوقت ما يشوف الكلام ده الدكتور علي البيه كان بيقيس اللياقة البدنية بتاعتنا الحقيقة يعني دكتور علي البيه احد رموز اللياقة البدنية في مصر فكان بيقيس لياقة الفرقة كلها على اسلام الشاطر هو طالع الناشئ وبالتالي اسلام كان طموحه كبير اسلام اتكلم عنه في التوقيت بقى اللهم بنزل درجة تانية فيه بعد كده اسلام برضه تبهدل في الدرجة التانية ولعب وكده لكن كان حاطت في دماغه وطموح معين وبالتالي جا في توقيت الزمالك عايزه الاسماعيلي عايزه الاهلي عايزه الدول الخليج كانت عايزها في توقيت واحد كلنا عارفين القصة وراح ويمكن من حظه الحلو انه يعني اتجه بعد كده الاسماعيلي ثم الاهلي لكن طول عمره ما يميزه الشخصية اللي بتقدر يعني فيه لعبة مهرين كتير قوي لكن لو ملوش شخصية ما يقدرش يكمل في الكورة اسلام انا بحس ان هو عنده الشخصية اللي مليانة طموح ولما يوصل لدرجة ما يكتفيش بده وده شيء مميز فيه اتمنى له طبعا كل التوفيق بإذن الله اسلام احد رموز الكورة في اسكندرية زيه زي احمر الكاز زي خميس جاعة دي ناس كتير يعني كابتن اسلام اسلام الابن والاخ والزميل اسلام الحقيقة زي ما كان عنده طموح في الكورة عنده طموح في الإداريات اسلام اولا اتجه للإعلام وبحكم خبرتي اللي سابقه شوية في الإعلام بقوله انه هيبقى حاجة كبيرة جدا في الإعلام اسلام يعتبر رمز دلوقتي بالنسبة لشباب الإعلاميين كلهم اسلام ان شاء الله يحقق كل طموحه يحقق كل أحلامه سواء في المجال الإعلامي أو في المجال الإداري وزي برضو مع كابتن مصطفى سبقني أتمنى ان المنتخب يستفيد بكادر جيد زي اسلام الشعر ايه الحب ده؟ بجد والله اصلي كابتن عاصم برضو يعني انا لو جيت اتكلم عن كابتن عاصم مش عارف اقوله حقيقة ايه ولكن كابتن عاصم انا تعلمت منه كتير جدا في المجال الإعلامي زي ما هو بيقوله اه كابتن عاصم واحد من الرموز الكبيرة جدا في اسكندرية في المجال الإعلامي طبعا للي ما يعرفش يعني الكابتن عاصم لا لا ما يعرفش اه يعني يعني لا ما يعرفشrine هوتزوم مع �acağه ال жд اجنو كابتن عاصم ماطش واحد في ماطش! انا قد قاعد احتياطي في الماطش ده كابتن عاصم زاغلول كان الكابتشوبير اللي واقف كمان كابتن عاصم زاغلول الاهلي كان كذبان واحد الكابتن عاصم جاب جون عالمي كرة تلعبت له كده بالعرض الكس الكابتن احمد لعباله وحطى بسن الجزمة كده حاجة بقى الماطش واحد واحد dipane وانتهت المباراة واحد واحد ده لا أنا متزكد من الكابتن عاصم لكن الكابتن عاصم بالنسبة لي ما أنا بقول لحضرتك الجيل ده من اللاعبين في النادي الأولمبي النادي الأولمبي الفترة دي خد ثالث دوري في فترة من الفترات اللي كان فيها الكابتن عاصم والكابتن أسامة وما خده كاس مصرب لكده في الستنات لا أنا بكلم على الجيل ما أنا بقولك يعني طول عمره نادي الأولمبي والدوري طول عمره نادي كبير طبعا طول عمره وسيظل دا والواحد زعلان وحزين ان النادي الأولمبي وصل إن شاء الله يرجعوا السنة دي وكل المساندة ليهم في كل حاجة فكابتن عاصم زغلول ده واحد من الناس المحترمة جدا والله يا كابتن ما تسمعش صوته تتعلم منه الأدب والأخلاق عشان كده لما حد بيقول لي انت كذا وانت مؤدب ولا بعدها بتاعنا تعلمت من كابتن قسامة يوسف تعلمت من كابتن عاصم زغلول تعلمت من كابتن أحمد الكاس تعلمت من كابتن متحد سيدة أحمد تعلمت من الناس كتيرة جدا جدا داخل النادي الأولمبي لهم فضل كبير جدا كابتن سراج كابتن محمد سراج ده برضو واحد من المدربين الكبار اللي مسكني في قطاع الناشئين كابتن عبد المنعم إبراهيم كابتن عصام كابتن غزاء مجموعة كبيرة جدا